تتجه جائحة كورونا في العراق نحو التحول إلى كارثة جديدة على العراقيين الذين اعتادوا على النكبات بسبب الحروب المتلاحقة وحالة عدم الاستقرار التي تسود البلاد صحيفة الشرق الأوسط اللندنية أكدت في تقرير لها أن مشاعر القلق والخوف تسيطر على شرائح واسعة من العراقيين جراء التصوعد المخيف في أعداد المصابين بفيروس كورونا حسب البيانات الرسمية لوزارة الصحة ويعمق من تلك المشاعر عدد الوفيات المرتفع قياسا بأعداد المصابين ومقارنة مع تجارب دول أخرى تفشى فيها الفيروس ويقول المراقبون أن تصاعد أعداد الإصابات والوفيات يدفع العراقيين إلى التشكيك بمجمل القطاع الصحي والمساعي التي يقوم بها لمواجهة الفيروس الفتاك كما يدفع بعض الأطباء إلى التشكيك الجدي بالبروتوكولات العلاجية التي تعتمدها وزارة الصحة في معالجة المصابين وعلى الرغم من تأكيد الوزارة على أنها تستخدم البروتوكولات العلاجية ذاتها المستخدمة في بقية دول العالم والمعتمدة من منظمة الصحة العالمية فإن القلق يسود أيضا من عدم توفر الكثير من المستزمات الطبية في غالبية المستشفيات المخصصة لمعالجة المصابين وقد تفجرت الأسبوع الماضي قضية النقص الحاد في استوانات الأكسجين وتسببها بوفاة العديد من المصابين الأمر الذي دفع رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظم إلى القول علنا أن هناك من يمنع وصول الأكسجين إلى المستشفيات تحت تهديد السلاح ودفع التصاعد المخيف في أعداد الإصابات بالفيروس المحافظات وبعض الدوائر الخدمية إلى اتخاذ تدابير وقائية وإعلان إغلاق وحظر شامل لتجول بمعزل عن قرارات خلية الأزمة في بغداد اتهامات واقعية وجهت إلى السلطات بعدم إعداد خطة واضحة لمواجهة الفيروس ما تسبب بغضب في الشارع العراقي الذي طالب بإقالة وزير الصحة بعد تهاوي النظام الصحي أمام عدد الإصابات نتيجة تراكمات أعوام من الفساد وسوء الإدارة نخرت مؤسسات الدولة فسادا وسرقات ويدفع العراقيون اليوم ثمنها أرواحا بريئة